من وحي مشاهد مدينة غزة اليومية استنبطت الفنانة التشكيلية الفلسطينية عبير جبريل أشكال لوحاتها ذات الألوان الغامضة التي تصور راقصات بالي مكبلات بأسلاك شائكة أو يرقصن على صخور أو يواجهن متاريس في مسعاها لتصوير واقع المرأة في قطاع غزة الذي تصف بأنه قنبلة موقوتة الفنانة الفلسطينية تأمل بأن تلفت لوحاتها الأنظار إلى مشكلات النساء الاجتماعية والسياسية في قطاع غزة فيما تعبر على طريقتها عن أفكارها التي استوحتها من فنان المدرسة الانطباعية الفرنسي إدغار ديغان في تصوير راقصة البالي كمخلوق جميل مرهف الحس ونشيط ترى الفنانة التشكيلية أن راقصة البالي هي أنثى رشيقة تتمتع بالحرية والجمال وترقص على إيقاع جميل على عكس الحال في غزة فالأشياء متناقضة ومختلفة تحت الحصار بين الدمار والنار وعرضت لوحات الفنانة التشكيلية عبير جبريل التي ترسمها بسكاكين الرسم في صلاة عرض في بعض الدول الأوروبية والعربية ترجمة نانسي قنقر